لنبدأ بمراجعة قاعدة الصوت السنائي والتي قسمنا بها الأحرف السمانية إلى قسمين القسم السقيل هو A, I, O, U والرائد هو A والقسم الخفيف وهو A, I, I, I والرائد هو الحارف الصوتي A ورمزنا لهذه القاعدة بهذا الرمز A وله شكل نصف دائري أي أنه متحرك أما قاعدة الصوت الرباعي التي قسمنا بها الأحرف الصوتية إلى أربعة أقسام وهي A, I, 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 O, U, 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 U رمزنا لهذا المتحرك الأحرف الأربعة الصوتية بهذا الرمز وشكل نصف دائري أي أنه متحرك هالقاعدتين هي أساس اللغة التركية وتعتبر أساس لجميع قواعد هذه اللغة فإذا رأينا في أي قاعدة هذا الرمز A فوقه نصف دائرة أو A فوق نصفه دائرة إذن سوف نلجأ إلى قاعدة الصوت الرباعي أو قاعدة الصوت السناي وأخذنا أيضا في الدرس الرابع الضمائر الشخصية بن سن أو هذه الضمائر المفردة التي تعني أنا أنت هو أو هي بيز سيز أون لار الضمائر الجميع وتعني نحن أنتم هو هم عفوا نحن أنتم هو لنبدأ بتلك الكلمات ومعانيها باللغة العربية أدم تعني رجل أدم بيان أركيك كز كدن جملك جكت هفف هفف هفيا هف 감 ter باللغة العربية uh zoاضي لديك هو وطولة العربية في الدرجة الكلمة لكيighing منظرا te expedbeing منظ Charme وكما أخذنا في الدرس السابق الجملة الإسمية وترتيبها بدأنا بالضمير وأضفنا له الصفة أو الإسم وأيضا ملحق الضمير الضمير هو بن؟ ملحق ضميره هو رباعي زائد م سن ملحقه سي رباعي ني الرباعي هو الحرف الصوتي ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة ونكتب رباعي الملحق له أو لا يوجد له ملحق بيز رباعي زي سيز الصفة أو الإسم سي رباعي ني رباعي زي أن لار إي لرباعي سنائي ري يعني لار أو لار وقد أخذنا هذا المثال في الدرس السابق بن إيم لقد وضعنا حرف الي وهو حرف حماية لمنع تقابل حرفين صوتيين في اللغة التركية سن إي سن أو إي بيز إيز سيز إي سينيز أولار إي لار نضع حرف الحماية ي في حال تقابل حرفين صوتيين وهذه الحالة فقط في ملحقين بن زائد بيز لنأخذ هذا المثال أورتمن تعني في اللغة العربية أستاذ إذا أردت أن أقول أنا أستاذ نكتب بن أورتمن ونضيف لها إم أورتمن نيم تعني أنا أستاذ أنت أستاذ سن أورتمن سن هو أستاذ أو أورتمن لا نضيف شيء نحن أساتذة بيز أورتمن نيز أنتم أساتذة سيز أورتمن سينيز هما ساتذة أورتمن لير الرباعي هو إي لأن آخر حرف صوتي في كلمة أورتمن هو إي وفي القاعدة الرباعية إي الرائد هو إي إذن هذه الحالة الثانية من القاعدة الصوتي الرباعي إذن نأخذ في كل الحالات إي أورتمن أورتمن سين أورتمن 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 سينيز أورتمن هنا إذا لاحظتم لم نضع حرف الحماية لعدم انتهاء الكلمة بحرف صوتي ولعدم التقاء حرفين صوتيين في الكلمة لنأخذ هذا المثال كلمة أورنجي أورنجي تعني طالب أنا طالب بن أورنجي يم وضعنا حرف الي حماية لعدم التقاء حرفين صوتيين أنت طالب أورنجي لم نضع شيئا لأن الملحق هو أورتمن بيز أورنجي يز وضعنا الي حرف حماية سيز أورنجي سينيز أورنجي أورنجي هم أسادس هم طلاب لنأخذ مثال عن كلمة دكتور دكتور تعني دكتور في اللغة العربية إذا لاحظنا هنا الكلمة آخر حرف صوتي في الكلمة هو أو فإذا هذه الحالة الثالثة من الحرف الصوتي الرباعي من قاعدة الصوت الرباعي فيجب أن ننتبه إلى هذا الشيء لنبدأ بن دكتور نضع أو دكتوروم لأن آخر حرف صوتي في كلمة دكتور هو أو ونتذكر قاعدة الصوت الرباعي في الحالة الثالثة إذا تهل حرف الصوتي في أو 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 نضع أو بن دكتوروم سين دكتور سون أو دكتور لم نضع شيئا لأن الملحق هو أو بيز دكتور روز سيز دكتور سونوز أور دكتور لار نظرنا إلى الحرف الأول دكتور لار أو لير لماذا لار؟ لأن الحرف الصوتي هو حرف سقيل والرائد هو آ إذن دكتور لار إذا أردنا أن ننفذ جملة الإسمية نضع بعض الصفة كلمة دايل هنا لم يلفظ يمشقه حرف الغين لم يلفظ وقلنا دايل لفظة ي مخففة تعني هذه الكلمة ليس يعني أنا لست دكتور أنا لست أستاذ وبعدها بعد كلمة دايل نضيف الملحق الخاص بالضمير أي كلمة دايل بعدها الملحق الخاص بالضمير بان دايل دايل سن دايل دايل دايلز دايل سنز دايل لا هنا الملحق لا يتغير لماذا؟ لأن كلمة دايل كلمة سابتة وينتهي الحرف الصوتي بـ بـ الحالة الثانية من الرباعي إذا دائما سوف نضع للملحق فإذا هذه الحالة غير متغيرة يمكن أن نحفظها هكذا دايل 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 دايلز دايل سن أنت لست بخير أو إي دايل هو ليس بخير بيز إي دايل ليز نحن لست بخير سيز إي دايل سنز أنتم لستم بخير أولار إي دايل لير هم ليسوا بخير إنها قاعدة بسيطة فقط نضيف كلمة دايل مع الملحق السابت الذي لا يتغير لنأخذ مثال عن كلمة ششمان التي تعني في اللغة العربية السمين لنبدأ من ششمان لننظر إلى آخر حرف الصوتي في الكلمة هو أ إذن قاعدة الصوتي الرباعي أول حالة هي أ ششمان نم ششمان 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 سن ششمان سن ششمانسن أنت سمين أو ششمان لا نضيف أي شيء بيز ششمان نز في الحالة الجملة الاسمية الإيجابية أما في الحالة النفي النغاتيف أنا لا يوضيف للم أنا لا يوضيف للم نعم لا يوضيف للم أنا لست سمين أنت لست سمين هو ليس سمين نحن لسنا سمينون أنتم لستم سمينون هم ليسوا سمينون لنأخذ كلمة أفلي أي متزوج لنبدأ بها أفليم نستطيع أن نضع أفليم بدون الضمير بن لأن وجود الملحق الضمير الذي هو بن يعوض عن الضمير إذا قلنا أفليم فهذا يعني أنا متزوج أفلي سين أفلي أفلي يز وضعنا حرف ي حماية أفلي سينيز أفلي لار هم متزوجون لنأخذ أنه في أفلي دايل لم أفلي دايل سين أفلي أنا لست متزوج أنت لست متزوج هو ليس متزوج أفلي دايل لنضيف أي ضمير أفلي دايل لز نحن لسنا متزوجون أفلي دايل سينيز هم أنتم لستم متزوجون أفلي دايل لار هم ليسوا متزوجون لنأخذ لمحة بسيطة عن أسماء الإشارة عبارة عن ثلاثة كلمات بو تعني هذا شو زاكة للبعيد أو زاكة للغائب سوف نتحدث عنهم مفصلا في الدرس السادس ترجمة نانسي قنقر